موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنتليمان وقبل أي حاجة بنرحب باشتراك 10.000 مشترك وبنعيدكم أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في سوق الكريبتو لو دي أول مرة بتشاهد القناة فكريبتو بنتليمان هي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظة الـ VIP عن بعد لو محفظتك أقل من 5000 USDT تقدر تنضم مجانا لقناة التليجرام المجانية اللي بيتم عليها طرح مضربات مجانية وبيقدر يحقق فيها 11% و1400% حسب التصويتات الواضحة أمامكم على الشاشة بتقدر تاخد اللينك من صندوق الوصف أو تقدر تعمل اسكام للبركود الخاص الموجود أمامك ومن خلاله تقدر تنضم للقناة الرسمية الوحيدة مجانا وتأكد أن انت على قناة الرسمية الخاصة بينا بشكل مجاني أما لو محفظتك أكبر من 8000 USDT فتقدر تنضم لإدارة المحافظة الـ VIP عن بعد بيتم من خلالها دفع اشتراك 3000 USDT بشكل مقدم وبيتم إدارة المحفظة عن طريق المعلومات المباشرة اللي بنقدمها لحضرتك عن طريق أهم المضربات المجانية والعملات المهمة في سوق الكريبتو بيتم من خلالها تقسيم الربحة عن طريق 60% لمحفظة حضرتك و40% بيتم إرسالها للمحفظة الخاصة بالقناة لو العرض بيهم حضرتك فاحنا ملناش إلا رقم واتس واحد هو اللي ظاهر أمامك على الشاشة أو موجود في صندوق الوصف تقدر من خلال تتواصل معنا بندرس وضع الخاص بالمحفظة بتاعة حضرتك ومن خلالها بنشوف الاتراحات السليمة اللي بتوجه المحفظة للربح بإذن الله لو بيهم حضرتك الاتصال تقدر تتواصل معنا عن طريق الرقم الوحيد الظاهر على الشاشة النهاردة عايزين نتكلم في حلقة مهمة جدا فهريت فنجان اللاهوة الخضرة ورق وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفاصل كل سوق وليه أسرار وكل مهنة وليها أسرار العملة بتاعتنا اللي بنزلها في كل حلقة عملنا أبضيت بس مع بعض وتنشوف مع الدايرة الزرق اللي موجودة تحت التجميع الشديد اللي موجود حاليا في العملة بتاعتنا العملة دي هي مختصة فقط لعملات المحافظة البي اي بي فلو محفظتك 8000 USDT بتعمل معنا اشتراك سنوي بقيمة 3000 USDT مدفوعين مقدما بنعمل بال5000 USDT المتبقين في المحافظة أو ما يزيد عن ذلك عملية اختيار مناطق الدعوم الجيدة لهذه العملة في الشراء وتجهيز المحافظة بالدعوم الخاصة بيها لحين ارتفاع العملة وارتدادها للمناطق السعرية اللي موجودة أعلى الشرط اللي احنا عليه اللي تقدر تضمن لك ارتفاع بقيمة 1800% ده ما بيحصلش في يوم ولا في اسبوع وممكن ما يحصلش في شهر الكلام ده بيحتاج صبر كبير ولكن النتائج اللي فيه بيكون نتائج كبيرة ايضا جدا فلو محفظتك 8000 او اكتر من ذلك عندك خسائر في المحافظة تقدر توقف النزيف محفظتك تواصل معنا عن طريق الواتس الرقم اللي موجود في الديسكريبشن نقدر نتواصل معاك سواء اذا كان زوم سواء اذا كان معاك بوتم سواء نقدر نتواصل معاك عن الواتس دايما بيتم التواصل عن طريق اتصال مباشر في الاول بعد كده بنقدر نعرف تفاصيل خاصة بمحفظتك ونقدر نوجهك للاتجاه السليم واضفتك في الVIP ادارة المحافظ بيكون ادارة مباشرة ما فيهاش اي باسورد ما فيهاش ربط للمحفظة انت اللي بتدير كل حاجة بتوجيهات مباشرة مننا لحضرتك تعالوا بقى نشوف حلقة النهاردة المهمة الشيقة باذن الله تعالوا مع بعض نتابع رجعنا لكم من جديد ونشوف احوال السوق عامل ايه النهاردة في نجن القهوة وراء وقلم وتركز معايا عايزين نقول ان السوق بتاعنا النهاردة في تريليون 159.751.348.000 دولار امريكي اخر 24 ساعة من التدولات احنا 93 مليار 366.234.000 دولار امريكي البيتكوين استحواز 40.41% الاسيريام 19.83% عدد العملات الرقمية 20.540 عملة رقمية النهاردة هنتكلم على العملة مهمة جدا العملة دي تقدر تستفيد من انخفاضها الكبير في الوقت الحالي وبنقول ان اتجاهتها تصل لل70 سنت وهي حاليا بما يوعدل سنت يعني عند الانخفاض كان وصلت لغاية الاقل سعر ليها كانت في النص فتعالوا نشوف العملة بتاعتنا ونتكلم عليها ونشوف نقدر ناخدها منين وفي اي اماكن وباذن الله النهاردة يبقى عليها مضربة لايف باذن الله في حلقة تانية منفصلة تعالوا مع بعض نشوف العملة بتاعتنا العملة بتاعتي اللي ااخدها النهاردة ومهمة جدا ونركز فيها مع بعض هي هتكون عملة هنرجع تاني معاها عملة لينا ربعمية تسعة واربعين الترتيب الخاص في الكوين ماركت الخاص بالعملة العملة حاليا عند 0.01088 يعني هنقول بالزبط قريبة من الواحد سنت اخر سبع ايام انخفاض بحوالي 6% اخر تلاتين يوم ارتفاع بقيمة 38% ولزال القادم فيها مهم اخر تسعين يوم ارتفاع 36 ايضا في المية طيب العملة دي ليه عايزين ناخدها ونهتم بيها وهنا انا جايب على السنة مدار السنة بالكامل ففيها هبوط رامل السعر اللي احنا وقفين عليه دلوقتي بقيمة 76% طيب العملة دي تعالوا نشوف زي ما تعودنا على طول all time high all time low الall time low الخاص بينا كان عند 0.0025 طيب الall time high كان عند 0.31 سنت اذا القمة الخاصة بيه عند الواحد وثلاثين الادنى قاع موجود عندنا عند 0.0025 دايما انا عايزك تشوف كمان التعاملات اليومية على العملة فالتعاملات اليومية على العملة بـ 15 مليون يعني 50 بتتكلم 11 مليون دولار في تعامل عملة 24 ساعة الرقم يعتبر كويس مش وحش بالطبع في عملات تانية ما بتحققش 100 الف دولار ولا ارقام قليلة جدا يعني فانت بتتكلم في عملة فيها شغل كويس طيب لو انا عايز اعرف العملة دي ليه احنا بنختار بالذات العملة دي فتعالوا اول زي ما تعودنا قبل ما تروح في اي مكان تخش على الموقع الالكتروني تقدر تعرف الموقع الالكتروني زي ما احنا دخلنا تمام وتقدر تخش وتعرف اكتر معلومات مهمة جدا على العملة تقدر تعرف ازاي تستفيد لو عملت منها ستيكينج تمام حطيني الناس عندك كل المعلومات الموجودة اللي انت ممكن تكون محتاجها في عملة زي دي تقدر تستفيد من دخولك فيها تقدر تعرف معلومات كويسة من الويت بيبر ليه العملة دي بنرشحها ليه بناخدها بشكل مهم واهم حاجة تهمني في الاخر انك دايما تكون مستفيد من حاجتين مهمين تويتر وتليجرام لأي عملة عايز تخش وتتعلم فيها قبل ما تستثمر فيها واستثمارك دايما في اي عملة بيكون على اتجاك الشخصي اللي حضرتك بتاخده اذا احنا بنقول عملة يعني لينا انا شايف انها عملة جيدة وهنشوف الكلام ده على الشرط الخاص بيها ايضا مع بعض وهنشوف توقعاتنا في ارتفاعها واماكن شراء العملة حقيقي اللي تضمن لارتفاعات كويسة وعايز اقول ان في هوجة ارتفاعات عملة تانية في اماكن بعيدة لازالت العملة دي فيها حاجات مهمة نقدر نستفيد منها تعالوا نبص على الشرط بتاع العملة لو سمحتو انا خدت معاك العملة تمام من على باينانس الشرط بتاعنا خدتها على البيو اس دي ووقفين على الديلي العملة زي ما انت شايف تمام قدامك الشرط هنشوف اعلى قمم كانت وصلها وهي على باينانس كانت وصلة عند الواحد وعشرين سن زي ما انتوا شايفين كده تمام هنا طبعا في منصات تانية كانت عند الواحد وثلاثين واحنا بنتكلم دلوقتي انها زي بقية العملات كلها اللي موجودة في السوق فيها وابوت وكانت عند 0044 هنقدر نشرح كافة المعلومات الخاصة بمضربة العملة في مضربة لايف هنعملها عشان دايما بنهتم ان الحلقات بتاعتنا ما تبقاش حلقات طويلة فلذلك هتابعونا الجزء التاني من الحلقة بإذن الله هيكون مضربة في عملة لينا ازاي تقدر تستفيد منها وازاي تقدر توصل لغاية كمان السبعين سنت وده هيكون مع ناس بتفكر في مضربات بشكل فيها جزء مسرعة يعني السرعة وجني الأرباح تمام والسرعة دي وجني الأرباح في أماكن معينة نحط غلق وفيه جزء هتسيبه للسسمار للمدى الطويل اللي ممكن بيوصل لفترات زمنية من سنة لتلات سنين عشان نبقى برضو فاهمين احنا بنتجه ازاي فانا هقول حاجة بسيطة جدا أخيرة النهاردة لما يكون معاك 100 دولار نفسك تخليها 1000 دولار لازم تزبر ولازم تقعد جنب العملة سنة وسنتين وتلاتة لأن عمر الميت دولار دي ما هتكفي انها تخليك تقدر توصلها بنفس الدرجة اللي انت عايز توصل لها بسرعة ولكن الفرق مع واحد معه محفظة احنا دايما بنقول من أول التمن تلاف دولار اني مثلا الشخص ده لو قدر بدل ما يفكر يشتري العملة زي لنا ويقعد معاها فترة طويلة طب ما هو لو اشترى بالزبط خمسة إيسيريوم عند التسعمية النهاردة هو معاها الخمس تلاف دولار دولي دخل بيهم بعد دفع الاشتراك هما وصلوا نهاردة عشر تلاف دولار بالزبط ففترة زمنية لا تقل عن شهرين عمل المية في المية من محفظة ولسه رايح في حتة تانية مش معنى كأنه نحن مستثمر في الإيسيريوم ولكن أنا بقول على سبيل المثال ففي عملات زي كده لو انت معاك رأس المال دايما رأس المال بيخليك تروح في حتة تانية بيخليك تكون في مكان مختلف وبشكل أسرع بالطبع في الأداء وفي جني الأرباح من شخص لسه معاها مبلغ وسيط بيجرب في السوق قصة بتاعته مختلفة فلذلك بيبقى انت ليك اتجاه وفكر وقدارة مختلفة عن شخص نفسه يرتبط بعملة العملة دي توصله في أماكن جيدة بفضل الله فالعملة دي عملة مهمة لأصحاب المحافظ الصغيرة بإذن الله النهاردة يكون الجزء تاني في مضربة مهمة في أماكن الدعم وأماكن المقاومات المهمة وإزاي تقدر تستفيد من أماكن شراء جيدة تحط دعومك فين وتقدر تحصل أرباحك في أي مكان بإذن الله دمتم في رعاية الله وأمنه كنتم مع قناتكم كريبتو وبنت ليمان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها وكيفية إدارة المحافظة البي اي بي عن بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا